لا تتوانى مصر عن تقديم كل سبر الدعم والمساندة للأشقاء السودانيين منذ اندلاع الأزمة من خلال استقبالها للآلاف من الوافدين عبر حدودها الجنوبية أصبحت مصر أكثر دول الجوار استقبالاً للسودانيين بأكثر من 160 ألف وافد عبر حدودها البرية يسابقون الشمس في مياه النهر هرباً من معارك طاحنة روعت أمنهم وسكينتهم رحلة طويلة وشاقة قطعها سودانيون ليعبروا حافة الموت لأرض سلام وأمان صافرة أمل إذن أطلقت من هذه العبارة إذاناً بوصولهم لبر النجاة الخرطوم كان فيها ضرب كثير جداً جداً في الفترة اللي احنا قاعدنا يعني احنا أول 14 يوم في الحرب قاعدنا في البيت فالدنات بتوقع في البيوت فعلى سنقيت طلعاً لننطلع أسر بأكملها قطعت آلاف الكيلومترات لتؤمن ابتسامة أطفالها الأبرياء خوفاً من انطفائها بسبب الاشتباكات والنزاع ليجدوا لهم مساحة للعب والتمتع بطفولتهم فهنا قصص وحكايات ثقيلة كهذه الأمتعة التي يحملونها وهنا مشاعر ممزوجة بين الأمان وسط أشقائهم المصريين والشوق والحنين لوطنهم آملين بعودة قريبة ووطن متماسك آمن توجهنا لأننا نجي مصر عندكم هنا فكان دي أقرب دولة نحن نحس أنها قريبة من عاداتنا وتغاليدنا وأبتر دولة نحن نحس أن نحن في السودان يعني من زمان العلاقة الأزلية بين المصر والسودانية كدولة واحدة وصراحة نحن نجينا طبعاً كان في معاناة شديدة من خروج من الخرطوم إلى ما وصلنا لحلفة إلى ما وصلنا للمعبر إلى أن نستقبلون في المعبر المصري اللي جينا الرحابة الشديدة من الشعب المصري كثيرة هي الأسباب والقرار واحد أسباب دفعتهم دون أي ما تردد إلى وجهة ما خذلت يوماً قاصداً لها فهنا قواسم مشتركة من الجوار والقرابة والمصير الواحد فمنذ اللحظة الأولى للأزمة قدمت مصر العديد من الخدمات الإنسانية وأصبحت أكثر الدول استقبالاً للسودانيين بأكثر من 160 ألف وافد عبر حدودها البرية الله يا أخي مصر دي قلت لك زي ما قلت لك ما شفنا حاجة منها شيئنا ونحن بنجي من بدري بناخذ أغراض وبنرجع على الطريق طوالي يعني اللي بيشوف حاجة وحشة إلا هو وحش نفسه يعني يعني مصر الشعب المصري يتعاملوا مع الشعب السوداني تعامل قلت لك زي ما قلت لك وأما الغانون المصري ذاته مع الشعب السوداني يتعامل كمواطن مصري يعني وصل السودانيون لبر النجاة عبر نهر النيل شريان الأمل والحياة ومنه لشرايين أكثر أمناً ونجاةً داخل ربوع القطر المصري ليمتزجوا داخل نسيج أشقائهم إلى أماكن آمنة يطلون من خلالها على نافذة الحياة من جديد ثلاثون يوماً ويزيد مضت على اندلاع الاشتباكات في السودان رحلة طويلة كانت فيها هذه المنطقة بمثابة خط فاصل بين الموت والحياة فمن أجل النجاة يقطع السودانيون مسافة كبيرة للوصول لمعبري قسطل وأرقين ومدينة أبو سنبل فلم يجدوا مأواً آمناً غير الأراضي المصرية فهنا وطن لا يميز في معاملة أشقائه وليكون لهم عوناً في تخطي الأزمة الحالية محمود جميل التلفزيون المصري